الأسعار نار أف شو هالغلة هذه العبارات من أكثر العبارات استعمالا في لبنان في الآونات الأخيرة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية مع تهاوي الليرة مقابل الدولار كيلو اللحم البقري ارتفع من 15 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة الماكرونة من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة القهوة من 3000 ليرة إلى 8000 ليرة كيلو الزبدة البقرية من 7000 إلى 21000 الحبوب عموما ارتفعت ثلاثة أضعاف وكذلك الزيت النباتي المعلبات كالفول والمرتدلة ارتفعت بنسبة أربعة أضعاف بينما الطحين ارتفعت خمسة أضعاف السلع المدرجة ضمن السلة الغذائية المدعومة حسب وزارة الاقتصاد بلغت 300 صنف وستنخفض أسعار هذه السلع بنسبة تصل إلى 40% كحد أقصى ومن المفترض أن تلبي 80% تقريبا من احتياجات المواطنين وذلك جاء بعد دعم أصناف معينة لشركات غذائية لحم البقر سيعود الكيلو منه إلى 25 ألف ليرة لبنانية السكر 900 جرام سينخفض إلى ما يقارب الألفين ليرة لبنانية بعدما بلغت 3000 ليرة في الفترة الماضية الأرز 5 كيلو جرام انخفض من 21 ألف ليرة لبنانية إلى 13500 أي بنسبة 40% الزيت النباتي 9 لتر من 42500 ليرة إلى 34250 ليرة مع انخفاض بنسبة 19% حليب بودرة 375 جرام انخفض من 9250 إلى 7000 الحبوب عموما انخفضت بنسبة 40% والمعلبات بنسبة 30% بالإضافة إلى العديد من السلع كالقهوة والشاي والشوكولات ومعجون الأسنان وشفرات الحلاقة وغيرها إلى جانب بعض الاحتياجات الزراعية كالعلف ومأكلات الدواج مما سينعكس إيجابا على أسعار الألبان والأجبان هذه السلع من المفترض أن تكون متوفرة بشكل كامل في غضون أيام عند المستوردين ولكن هل سنشهد احتكارا لهذه السلع من قبل كبار التجار خصوصا أن بعضها بات محتكرا اليوم والسؤال الأهم هل سنشهد عمليات تهريب لهذه البضائع مجددا إلى خارج الحدود